إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِي وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإنَّ أصدقَ الكلام كتابُ الله تعالى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وأنَّ شَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدٍ جاءَ بالصحيحين وغيرِهما عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجِد فدخل رجلٌ فصلَّى ثم سلَّم وجاءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم فسلَّم عليه فردَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجِع فصلِّي فإنك لم تصلِّي فرجع الرجل فصلَّى في المرة الثانية كصلاته الأولى تماماً ثم انتهى وأتى وسلم فردَّ عليه وقال له إرجِع فصلِّي فإنك لم تصلِّي فرجع في المرة الثالثة فصلَّى كما صلَّى في الأوليين ثم أتى وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّ عليه وقال له إرجِع فصلِّي فإنك لم تصلِّي فقال الرجل والذي بعثَك بالحقِّ ما أُحسِنُ غيرَها فعلِّمني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما إذا أتيت إلى الصلاة فكبِّر ثم قرأ الفاتحة وما تيسَّر معك من القرآن بعدها يعني بعد الفاتحة ثم اركع حتى تطمئنَّا راكِعا ثم ارفع من رُّكوعِك حتى تعتدِل وتطمئنَّا قائما ثم اسجُد حتى تطمئنَّا ساجِذا ثم ارفع إلى الجلسة بين السجدتين حتى تطمئنَّا جالِسا ثم افعَل ذلك في صلاتِك كلِّها هذا الحديث قال عنه الفُقهاء هو الحديثُ العُمدَة في تعليمِ الصلاة الصحيحة للناس للمسلمين ولاحِظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هذا الحديث إلا أركان الصلاة من قراءة الفاتحة وهي رُّكْنٌ من أركان الصلاة ومن الرُّكوعِ وهو رُّكْنٌ والرفعِ من الرُّكوعِ وهو رُّكْنٌ والسُجُود وهو أيضًا رُّكْنٌ والجلسة بين السجدتين وهي أيضًا رُّكْنٌ ولم يذكر فيها التشهُد وهو رُّكْنٌ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم من الصلاة وهما رُّكْنان والسبب في ذلك كما قال النووي رحمه الله لأن التشهُد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم كانت كلُّها معلومةً عند هذا السائل وهذا الرجل لذلك لم يُخبرُه بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأركانُ التي ذكرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تُسمَّى بأركانِ الصلاة وهي التي لا تسقطُّ لا جهلًا ولا سهوَى فالأركانُ تختلفُ من الواجبات في الصلاة وتختلفُ من السُّنن أو المُستحبَّات في الصلاة لأن الأركانَ لا تسقطُّ لا جهلًا ولا نسيانًا والدليلُّ على هذا الحديث لأن الرجل لما أخلَّ بهذه الأركان أمرَه النبي صلى الله عليه وسلمَ بأعادةِ الصلاةِ كلِّها ولم يأمرُّه بسجدَتَيء السهو لأنَّ هذه الأركانَ لا تسقطُّ لا جهلًا ولا سهوَى وعلمَه بعد ذلك هذه الأركان التي أخلَّ بها تحديدًا في هذا الحديث الذي اشتُهِر عند العُلماء بحديث المُسيء في صلاته وعليك أخي المُسلم أن تتعلم هذا الحديث لتتعلم الصلاة لأن الصلاة هي الرُّكن الثاني من أركان الإسلام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولأن الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولما صحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضلها من حافَض على الصلاة فعاشَه كُفِيَ ورُزِقَ وَمَنْ حَافَضَ عَلَى الصَّلَاةِ وَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أي صلاةٍ تنالُ بها هذا الفضل وغير ذلك من الفضائل هي الصلاةُ التي علَّمَنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست هي الصلاةُ التي يُصليها الأكثرون وورِثُوها من أجدادهم وجدَّاتهم وآبائهم وأمَّهاتهم وفيها مُخالفةٌ لما جاء في الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم ومن فوائد هذا الحديث أنه ليس كل من ركع أو سجد أو أتى إلى المسجد فصلى مع الناس أو صلى لوحده هنا أو في البيت يكون قد صلى لأن الرجل صلى حسب علمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجِع فصلي فإنك لم تصلي فإنك لم تصلي فليست كل صلاةٍ هي صلاةٌ لله إلا ما أمر الله بها وما جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا وجب وجوبًا عينيًا على كل مسلمٍ ومسلمة أن يتعلموا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء بها وأمر بها وجوبًا عينيًا على كل مسلم ومسلمة لأن هذه هي الصلاة وليست أمراً آخر الفائدة الفائدة الثانية أن هذا الرجل لما جهل أمر الصلاة الصحيحة وبعد ذلك علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جهل أمرها الصحيح علم أمر العقيدة الصحيحة فلما قال له في الثالثة أو في الرابعة ارجع فاصلِّ فإنك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق أي حلف بالله وكثيرٌ من الناس اليوم من المسلمين أو المنتسبين إليه يحلفون بغير الله ويزعمون أنهم من المصلين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والصحيح من حلف بغير الله فقد أشرك وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمُط وفي روايةٍ أو ليسكُت فمنا من يحلف بالنبي أو الرسول وهذا شركٌ بالله ومنا من يحلف بالآباء والأجداد وهذا شركٌ بالله ومنا من يحلف بشيخه أو سيده أو زعيم حزبه أو طريقته وهذا شركٌ بالله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فائدة الثالثة أن الرجل كان متواضعاً ولم يكن متكبراً فقالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ما أُحْسِنُ غَيْرَهَا فَعَلِّمْنِي يا رسول الله تواضع للعلم فعلمه الله وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بكيفية الصلاة الصحيحة فكان حديث الرجل وقصته عمدةً في باب تعليم الصلاة وأحكامها وأركانها وواجباتها وكل تفاصيلها إلى يوم القيامة لأن الرجل كان متواضعاً فقال علِّمني يا رسول الله وفيها فائدتان وغيرها الأولى أنه كان متواضعاً ومن تواضع لله رفع ومن تكبر خفض ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردلة من كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم التكبر التكبر على الله ورسوله والتكبر على تعلم القرآن والسنة كما هو الحاصل عند كثيرٍ من المسلمين لا أقول الكافرين وإنما عند كثيرٍ من المسلمين للأسف الشديد الناس إلا من رحم الله يتكبرون عن تعلم العلم يقول لك أنت متين قمت وطلعت عشان تورينا الحلال من الحرام أنت متين شبيت من الواطة عشان تورينا ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن مما قمنا دلقناه ودلعلمونا له في المدرسة ودلقيت عن أمي وأبوي فيتكبرون على تعلم الدين لذلك جهل غالب المسلمين بأمر الدين الثانية أن الرجل طلب العلم من مضانه فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أحسن غيرها فعلمني أي يا رسول الله فالعلم يؤخذ من مصادره ومن أهله لا من الجهال ذلك الدجال الذي يؤتى به في القنوات الفضائية في هذه الأيام يتكلم عن الدين من راسه وشيطانه لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعجب ما سمعنا منه وعنه أنه يتكلم عن حكم جماع عروس البحر وهل هناك عروس للبحر إلا في مسلسلات الأطفال وأفلام الكرتون وأفلام الخيال وهذا الرجل موهوم وجاهل معلوم ولا علاقة له بدين الإسلام لا من قريب ولا من بعيد ولكن بعض الجهال من الإعلاميين فتحوا له قنواتهم وسخروا له إذاعاتهم ليضللوا جهلا أو تجاهلا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن دين الله محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذه المسائل التي يتكلم عنها لا علاقة لها لا بالعقل ولا بالإنسانية ولا بالقرآن ولا بالسنة ولا باللغة ولا بالتأريخ ولا بالجغرافية ولا بالبيئية ولا بأي علم من العلوم ولكن هذا هو المشاهد والله المستعان فطلب الرجل العلم من مكانه الصحيح فقال علمني علمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وآل وصحابه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال له إذا أتيت الصلاة فكبر وهي تكبيرة الإحرام والسنة فيها أن يرفع أصابعه غير مفرجات وغير مضمومات وإنما عوانٌ بين ذلك وتكون ليدان إما حيال الكتفين أو حيال الأذنين ويقول الله أكبر أولاً ثم يروح بيديه للإحرام ويضعهما على الصدر أو يروح بيديه أولاً ويقول الله أكبر ثانياً أو يروح بيديه ويقول الله أكبر مع الترويح وكل الثلاثة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يضع يده اليسرى على صدره وليس بطنه ولا سرته ولا تحت السرة لأن وضعاً ليدين على الصدر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيضع اليسرى على صدره ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى إما حيالها وإما منتصفها على الكف اليسرى ومنتصف اليمنى على الرزغ اليسرى وإما أن يمسك بالمبصل الذي في اليسرى ويشد بهما على صدره وكل الثلاثة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم قرأ بأم القرآن وهي الفاتحة وهي ركن من أركان الإسلام بعد تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عفواً وهناك خطأ يقع فيه كثير من الناس وهو إذا كان الرجل مسبوقاً ووجد الإمام راكعاً أو ساجداً المهم وجد الإمام انتقل من قيامه ومن قراءته للقرآن فركع أو سجد فبعض المسبوقين يأتي مسرعاً ولا يكبر للإحرام وهو واقف وإنما يركع مباشرةً أو يسجد مباشرةً ويكبر بعد الركوع أو السجود ولا يكبر للإحرام وهو قائم هذا صلاته باطلة لأن الشرط في تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو قائم الله أكبر ثم بعد ذلك يركع أو يسجد إلى غير ذلك الشرط في تكبيرة الإحرام أن يكبرها وهو قائم وهذا للمستطيع أما الذي يصلي جالساً على الكرسي من مرض أو يصلي راقداً أو على جنب فهذا كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال له ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن وقراءة السورة بعدها مستحب ومن سنن الصلاة ما تيسر معك من القرآن قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا والطمأنينة هي ركن عند بعض العلماء من أركان الصلاة ولذلك هذا الرجل المسيء في صلاته قبل أن يعلم لم يطمئن في ركوعه ولا سجوده ولا صلاته لذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي فوجب الإطمئنان في كل الصلاة ويحرم الإسراء فيها كما نشاهد اليوم ونرى من كثير من الرجال وكثيرات من النساء ينقرون الصلاة كنقر الديك ويتلفتون فيها التفاة الثعلق وينبسطون فيها انبساط الكلب أو السبع كما هو مشاهد وينقرونها سريعا فتجد الواحدة قرأ الفاتحة بسرعة البر أو أشد سرعة من ذلك وأكل ما بعدها من السورة حتى لا تعي منها كلمة فضلا عن آية ثم ركع ورفع قبل أن ترك وسجد قبل أن ترفع وهذه صلاة باطلة لا علاقة لها بالإسلام وأنت لماذا تسرع في الصلاة ما هو الأمر أو الموضوع الذي هو أهم عندك من الصلاة وقد روي الحديث الصلاة خير موضوع ما هو هذا الموضوع الذي هو عندك أهم من الصلاة أنا أريد أن أعرف ما هو هذا الأمر تجارة؟ بيع؟ شراء؟ كراء؟ ما هو الأمر الذي هو أهم عندك من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ ومن مناداتك لربك جل وعلا ما هو الأمر؟ فإذا علمت أنه ليس هناك أمراً أهم من الصلاة وعلمت كيفيتها التي جاءت في السنة صليتها كما ينبغي والصلاة مفتاحٌ لكل خير مفتاحٌ لكل خير في الدنيا وفي الآخرة وسببٌ في سعة الأرزاق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فلا تعجل ولا تستعجل واطمئن قال ثم ارفع واعتدل حتى تطمئن قائماً وتقول الأذكار التي وردت وذكرناها غير ما مره قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً وهنا أخطاء في السجود قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف واليدين والركبتين والرجلين أو قال صدور القدمين هذه سبعة أعظم فالجبهة مع الأنف تكونان على الأرض ولا تكون الجبهة على الأرض والأنف فوق الأرض وإنما الاثنان معاً وإنما الاثنان معاً على الأرض تواضعاً لله وامتثالاً لأمره تعالى واقتداءاً بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف وبعض الناس الواحد بذات الشباب الصغار دل واحد تلقاهم مشى الحلاك كوفر لشعره زي ما هو الموضة الموجودة الباطلة الآن محاكاةً لليهود والنصارى فتلقاها من لو جوجة في شعره قدام الحلاك عمله لو بعشرين ألف ثلاثين ألف فخائبة تضعبص وتلقى بيصلي وده ذات أحسن من الماء بيصلي لكن برضو في وسوء ماذا رطف جلل الشعر القدام ده تلقا يخد يا بيش نخرت بس ما يخد جبهة والتاني يخد جبهة ما يخد أنفه وكله باطل أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة إحدى وعشرين من رمضان سجد على ماء وطين فلما سلم قال الصحابة فرأينا أثر الطين على جبهة وأنف النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الطين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع جبهته وأنفه لله تعالى ومن تواضع لله وامتثل أمره تعالى رفعه الله وهداه وكفاه ورزقه ووقاه وكساه وجبره تبارك وتعالى قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وأحكم وأذكر جميع المصلين من الرجال والنساء بالتبرعات لرصف حوش أو سورة المسجد لأنه تبرعت لنا بعض الجهات الحكومية جزاهم الله خيرا وأجزل لهم المثوبة وفقهم الله وسدد خطاهم بالإنترلوك الموجودة الآن شايفينه والشغل قدامكم موجودة الحمد لله رب العالمين والناس قطعت فيه شوط كبير فالباب مفتوح للتبرعات لأنه رص المتر الواحد بكم وثلاثين جنيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له قصرا في الجنة قموا إلى الصلاة أرحمكم الله وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان ترجمة نانسي قنقر